أكد الإمام علي الخامنائي اليوم أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في سياستها لإجراء مفاوضات مع القوى الدولية مع الحفاظ على مبادئها مشيرا إلى أهمية عدم الردوخ أمام الضغوط الدولية وفي طهران أعلن الجيش الإيراني اعتزامه إزاحة الستار عن ستة فرقاطات راجمة للصواريخ وإدخال ثلاثة مروحيات مضادة للغواصات والسفن الخدمة الفعلية أكد الإمام السيد علي الخامنائي اليوم أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في سياستها لإجراء مفاوضات مع القوى الدولية مع الحفاظ على مبادئها مشيرا في الوقت نفسه إلى الضغوط التي يمارسها الكيان الصيونية وهمية استمرار سياسة المقاومة وأضاف سماحته أن أمن إسرائيل سيكون مهددا يوما بعد يوم أكثر فأكثر حتى إذا وصلت المفاوضات النووية إلى أي نتيجة وأضاف سماحته أن إيران تقبل بنتجة المفاوضات النووية في حال حصلت على حقها المشروع وأنها تدعم أي اتفاق يحقق لها مطالبها وقد اتفقت إيران والقوى الكبرى على تمديد فترة المفاوضات النووية إلى سبعة أشهر بهدف حلحلة كافة الخلفات النووية وأشار سماحته إلى الجهود المضنية التي مارسها فرق إيران المفاوض في محدثات فيينا وقال إن الشعب الإيراني لن يسعى لكسب ثقة قوى الاستكبار وأن طهران تعلم أن الإدارة الأمريكية هي التي بحاجة إلى الاتفاق وإنها هي التي ستتضرر من عدم الاتفاق ولم تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة في النهاية فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتضرر وفي موضوع آخر أعلن قائد القوة البحرية في جيش الإيراني الأدميرال حبيب سياري عن اعتزام إيران إزاحة الستار عن فرقطات راجمة للسواريخ وإدخال مروحيات مضادة للغواصات والسفن في الخدمة وأضاف سياري أن مناورات الولاية 94 الضخمة المزمع إجراؤها في أواصل ديسمبر ستنطلق من مدار 10 درجات ومن ثم تتتوسع وستشارك فيها المضادات الجوية والقوة الجوية للجيش وقوات التعبئة والحرس الثوري الإيراني كما أشار المسؤول الإيراني أن الجمهورية الإسلامية تتعاول مع عدة دول مثل روسيا والصين في المجال العسكرية وقال إن تواجد المدمرات الصينية والروسية في السواحل الإيرانية وإجراء تمارين مشتركة مع بوارج هذه الدول يثبت تجانسها من حيث الثقل والخصائص المشتركة ما يعكس بأن البحريتين الروسية والصينية تعترفان بقدرة سلاح البحر الإيراني في شمال المحيط الهندية وترحبان بإجراء مناورات أكبر معها